محافظة الجنوبية محافظة الجنوبية ضرورة متابعة كل الاحتياجات والمتطلبات التي يتقدم بها المواطنون والمتصلة بالقضايا والمستجدات التي تواجه الأهالي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم من مختلف الوزرات والهيئات الحكومية داعيا في الوقت نفسه الجهات كافة إلى التعاون لتلبية هذه الاحتياجات وتنفيذ المشروعات التنموية تحقيقا لتوجيهات القيادة في توفير كل مقاومات العيش الكريم للمواطنين وأوضح أن المحافظة أخذت على عاتقها رصد وتلمس تلك الاحتياجات عبر مختلف طرق التواصل للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين للسماع عن قرب وبشكل مباشر لما يعيشونه وما يتطلعون إليه حرصت المحافظة الجنوبية على تقديمها من بعد ما تلقينا شكاوى واحتياجات الأهالي والتي انبنت عليها هذه المشاريع الثلاثة هذا ليس المشروع الأول من نوعه والتي تعاونت المحافظة مع المجلس البلدي فيه ولكن قد تكون هذه المشاريع هي مشاريع الأول من نوعها على مستوى المحافظة وعلى مستوى مملكة البحرين فكلها نتائج دراسات أعدتها المحافظة ونتطلع من المجلس البلدي عرضها على بقية الأحضاء وأخذ الغرارات المناسبة تجاهها اليوم نلقشنا ثلاثة مقترحات منها مسألة فتح المحلات التجارية بسبب توارض كثير من المشاكل أو التساؤلات من الأهالي أن بعض المحلات تفتح 24 ساعة وبعضها تفتح 12 ساعة كان لابد من وضع آلية للتحكم في فتح المحلات التجارية وغلاقها فتوصلنا إلى اتفاق مشترك إن شاء الله بينرفع إلى ساعة وزير البلديات للخروج برؤية واحدة مشتركة أمنيا وتجاريا ثانيا تحدثنا عن المواقف مواقف السيارات يعني عندنا حاليا مشاكل ازدحامات كثيرة مشاكل صعوبة إيجاد مواقف في الأسواق فمن نفس الشيء صارت توافقات بينه وبين المحافظة من ناحية الأمنية وضع أسس وأطر لتنظيم عمليات المواقف خاصة أن في بعض محلات مثل محلات التأجير أو محلات تصليح السيارات يستغلون المواقف العامة الموجودة وهذا خطأ لأن المحلات أو المواقف تكون لمرتادي المحلات التجارية ولسا كنيف المنطقة وثالث موضوع تحد تكلمني فيه وهو موضوع المتنزهات والحدائق والفرق وآلية التحكم في المتنزهات بالدخول من ناحية الازدحامات وناحية المحافظة على المتنزهات